نصلى على النبي ونبدأ بسم الله فيلمنا بيبدأ بكاتبة صغيرة لسه في بداية حياتها واسمها كيم وكانت قاعدة مع جين المديرة بتاعتها وصحبتها الأنتين في نفس الوقت وكانت جيم بتشجحها عشان تبدأ تكتب عن الجرائم وتسيبها بقى من الكتابة عن الحب واللافلافة والكلام الملزق ده بس وهم بيتكلموا بتيجي الكيم مكلمة من البلد اللي عايشين فيها جدها وجدتها وبترد وهي متوترة جدا وبيكلمها واحد اسمه جوي وبيقولها ان جدتها ماتت فبتتدايق كيم وده لانها ما شافتش جدها وجدتها بقى لها سنة وبتروح تحضر الجنازة وهي حزينة ولما بتقابل جدها فريد ما كانش فاكرها وحاول تفكره بنفسها بس ما كانش في فايدة وما كانش فاكر غير مراته اللي ماتت وكان زعلان عليها واسهبها ومشي فبيعتزل لها جوي وبيقولها انه على طول بينسى بس بعد شوية بيرجع يفتكر تاني وبيعرفها على نفسه وبيقولها انه هو اللي كان بيرعي جدتها وجدها وبيقافوا كلهم عشان يودعوا جدتها بس الجد فريد ما استحملش فراء مراته وقال لهم انه عايز يروح بيته وجوي بيقول لكيم انها هتكمل الجنازة وهو هيروح يوصل الجد فريد وبيعرفها على كاري الممرضة اللي برضو شغالها معاه في نفس البيت وبعد الجنازة كيم بتقابل محامي جدتها وبتعرف عليها وبيقولها انها كانت بتحب جوي زي ابنها بالزبط فبتقوله انه بين عليه حد ابن حلال شخص محترم وبيهتم بيهم كويس قال لها غري حاصل وجدتك كانت بتحب بحب غريب جدا اللي اتنين كانوا رايبين من بعض جدا وبيقولها انه عايز يتكلم معها اكتر بس عنده اجتماع مهم وبيديها الكارت بتاعه وبيقولها لما تستكر تبقى تعد عليه في المكتب وهي ماشية بيوقفها واحد اسمه نيك وبتعرف عليها هو كمان وبيقولها انه جر جدتها وجدها وبيوسيها وبيعرف ان جدتها كانت طيبة جدا وبيسألها على جوي وبيقولها ما حستيش منه باي حاجة مش طبعية قالت له لا خالص هو بيهتم بجدي وكان بيهتم بجدتي والمحامي كمان بيشكر فيه جدا في الوقت ده كان جوي بيرقبهم وكان سمع كلامهم وبيسمع نيك وهو بيقولها لو حستي باي حاجة مش مصبوطة بيكلميني ولما مشيت بيبعت رسالة لشخص مجهول وبيقوله انها في الطريق وكيم بيتكلم جين صاحبتها وهي في الطريق وبتحكي لها على كل اللي حصل من تاتا اللي سلموا عليك وبتعرفها ان جدها مش فاكرها وبتقولها ان هي السبب لانها من ساعة ما بوها ومها ماتوا وهي قطعت العلاقة ما بينها وما بين جدها وجدتها فبتقولها جين ما تشيلش نفسها زنب وانها هكيلها الاسبوع الجاي تقعد معاها وبتواسيها وبتقولها انها تحاول تقرب من جدها واكدت عليها تحاول تزل لجدها حبها وتهتم بيه ولما بتوصل البيت بنشوف نك وهو بيرقبها وجوي اول ما شافها دخل البيت جري بسرعة ومسك المقص وقلب نفسه حلق في ثانية لا ثانية ولما بتدخل كيم البيت كانت مبسوطة من اهتمامه بجدها وجوي بيقول لها تجرب تاني تتكلم مع جدها وبنتفاجئ يا عزيزي ان البيت في كاميرا بترقبهم وكيم بيتحاول تتكلم تاني مع جدها بس جدها ما كانش مركز لحد ما جوي قال له ان كيم بتتكلم معاه فبيبصلها وبيندع عليها باسم كيم بربي وكيم بتضحك وبتفرح جدا وده عشان كان دايما هو وجدتها بيندهوا عليها بالاسم ده وبتاعتزله عشان ما كانتش جنبهم ولما حضنته زقها وما كانش مركز معاها وكان مركز مع برنامج في التلفزيون وجوي بيعتزل لها تاني على رد فعل جدها وبيقول لها ما تقليش هو هيف تكرك واحدة واحدة وبياخدها على فوق وبيوريها قضيتها وبرضو كانت كبيرة إبهم وحطت كاميرا في كل مكان في البيت وجوي بيعرفها انه عايش في دار الضيافة اللي جنب البيت وانه مش عايش في البيت مع جدها وبيقول لها وهو متأثر انه حزين وزعلان على جدتها جدا وبيحضنها وبيقول لها ان جدتها كانت جميلة وطيبة قوي وانها كانت دايما بتساعده فبتقول له انها ما عرفتش ايه اللي حصل يعني جدتها ماتت ازاي فبيقول لها انه تفاجئ لما لقاها واقعة من عالسلم وان الدنيا كانت ظلمة جدا وطبعا هو ما كانش في البيت فبيتقول له ان المحامي قال لها نفس الكلام بس هي عايزة تعرف تفاصيل اكتر جوي اعتزلها وقال لها انت عارفة الناس الكبيرة دي الساعات يعني بيتعبوا فجأة وبيدوخوا وبيوريها عليك جدها وبيقول لها علامات كل حاجة وده عشان يعني تهتم هي بجدها فبتسأله هي جدتي كانت حاسة باللي بيحصل حواليها ولا كانت بتنسى زي جده فريد جوي قال لها ان جدتها كانت طبعية جدا وكانت صحتها احسن من صحة البنات اللي في سنك فبتسأله كيم هو جدي ما سألش عليها قال لها انه كل شوية بيسأل عليها وان بعدها بشوية بينسى هو كان بيسأل على ايه وبيقول لها انه كان متعلق بها جدا فبتشكره كيم على كل اللي عملوا مع جدها وجدتها وهم كارجين من القوضة وافت عند السلم وفضلت تتخيل جدتها وهي بتقع ولما بتنزل لجدها كانت بتحاول تتكلم معاه بس هو يعيني كان في دنيا تانية خالص لحد برضو ما جوي بيوصل وبيقول له انتبه ان كيم حفيته بتتكلم معاه وبيسمع كلام جوي وبيبص الكيم وبتعتزله تاني على اللي حصل وانها ما كانتش جنبه من الفترة اللي فاتت فبيقول لها جدها مش مشكلة الشرطة جات هنا مرتين فبتستغرب كيم وبتقول له مرتين ليه قال لها مرة قبل ما جدتك تموت ومرة بعد ما ماتت ولما كيم بصت لجوي قال لها ان كلامه مظبوط فبتسأل جدها ليه اتصلته بالشرطة قبل ما تموت رد جوي وقال لها انه كان سوء تفاهم وبيقول لي فريد صح يا فريد قال له ايوه حصل وبالليل لما جدت ينام بيبعت لها جوي رسالة وبسألها نامت ولا لسه وكيم بتفرح وبتحس انها مجدودة لجوي وبتطلع طقف في البلكونة وبتلاقيه واقف مبين عضلاته وكيم اول ما بتشوف العضلات بتعجب بيه اكتر واكتر وبيفضلوا بقى يبعثوا لبعض نظراته رسائل من تحت لتحت تاني يوم الصبح كان عادة كان نبك بيرائبها وهي بتغير هدومها وبتدخل قودة جدتها وبتفضل تقلب في حاجاتها وهي حزينة وبعدها بتاخد بعضها وبتنزل تجري شوية وجوي بيشوفها وبينزل وراها وبيوقفوا يتكلموا مع بعض شوية وبعد ما خلصوا جاري بتقولوا انت ازاي بتعمل كده ازاي بتقدر تهتم بناس مش من قريبك انا ما افتكرش ان اعدر اعمل اللي انت بتعمله فبيقول لها جوي ان ده شغله بس هو تعلق بجدتها وجدها جدا ولما سألته عن اهله اتداهق وسكت شوية وبعدها قال لها انه ما يعرفش ابوه ويبقى مين وان امه ماتت لما كان عنده خمس سنين وان جده وجدته هم اللي ربوه كما احتزرت له انها قلبت عليه المواجع وقالت له عشان كده انت بتهتم دلوقتي بالناس الكبيرة قال لها ايوة بس يسيبك مين انا بقى انت ما كنتش بتسألي ليه على جدك وجدتك قالت له انها كانت مشتتة بعد موت ابوها وامها وانها ما كانتش قادرة ترجع لأجدادها عشان ما كانتش قادرة تنسى اهلها وانها ندمانة انها بعدت عنهم وكانت كل مرة بتفكر تزورهم ما كانتش بتقدر فبيهديها جوي وبيقول لها ان ساعات الانسان بيبقى حزين وبيتصرف تصرفات غلط من غير ما يحس واني لازم يبقى فيه حد جنبه في الوقت ده وده عشان يعرفه الصح من الغلط وبعد ما خلصه راغي بتتسأل بها جين وبتطمن عليها وكين بتقول لها ان الامور بقت احسن وانها عاسة انها قريبة من جدتها طول ما هي في البيت وبعدها بتحكيلها على جدها وانه قال لها ان الشرطة جات مرتين في يوم موت جدتها فبتستغرب جين وبتسألها على السبب كين قالت لها ما تقليش انا كنت قال انا زيك في الاول بس جوي طميني جين قالت لها جوي مين اللي طمينك ده بس انت اصلا المفروض تخافي منه انا مش مرتاحة للولده كين قالت لها يا شيخة لا ما توليش كده ده حد جميل وكيوت خالص اصلا لو شفتيه هتتهبل عليه كفاية عضلاته علي بنجي وتراي يخل اي بنت تقول له هاي فبتتعصب عليها جين وبتقول لها انت رايحة تحزاني على جدتك ولا رايحة تحب وتقعف ده بديب جوي الراجل ده انا مش مرتاحة له وانت كمان لازم تاخد بالك منه ابعتيلي صورته عشان اسرش عليه وكمان عايزك تروح للشرطة وتعرفي سبب انهم كانوا في جدتك مرتين وطبعا يا عزيزي كل ده كانت شايفونك وكمان كان سمع كلام كيم وفعلا كيم بتروح للشرطة وبتقعد مع المحقق اللي حقق يوم وفاة جدتها وبتعرف انها طلبتهم قبل ما تموت عشان كان حصل ما بينها هي و جوي سو تفاهم بسيط وانهم لما وصلوا كانت رجعت في كلامها وكانوا تصالحه وبتعرف ان الكلام نفس الكلام اللي جوي قاله وبتطمن لجوي وبتروح تقابله وبتسهر معاه وبالليل بيرجعه البيت وجوي بيدخل جدها لقود عشان ينيمه وبعدها بيطلع يقعد مع كيم ومع الشاياتين في نفس الوقت وبردو نيكي كان بيرقبهم بس هو كان عنده دم شوية مرضيش يتفرق تاني يوم الصبح بتكون كيم قاعدة بتفتر مع جدها وكان بيتكلم معها على امها وبعد ما خلصوا كلام عليها سألها يا فين دلوقتي وبيدخل عليهم جوي وهو محضر شوية الحلويات وبيقول لك كيم ما تاكلش منهم كتير وده عشان هيعزمها هو على الغدى برة ولما طلعت تجري بيتقابل نيك وعمل نفسه انه هو كمان بيجري والكعبل فيها وبيسألها عن اخبار جدها وكمان على جوي واول ما سمعت اسم جوي اللي ابتسامة قد ترخد كله فبيقول لها نيكي واضح ان الدنيا معاكي بقت لونها بمبي على الاخر قالت له انه شخص طيب وبيهتم بجدها كويس جدا نيكي قال لها حصل وبيحصل جوي جدع وانا بشوفه بيهتم بجدك ازاي ولما سألته انتو صحاب ولا لأ قال لها لأ اللي ما بينا ازايك الله سلمك وبس احنا جرام مش اكتر وبنعرف ان جوي شغال عند جدتها وجدها بقاله ست شهور ولما بترجع البيت بتطلع تخرج مع جوي عشان يتغده وبيسيبوا جدهم مع كاري وكم بتشكر على اهتمامها بجدها وبتسألها قبل ما تمشي انتو بقالكم قديش شغالين في المركز العناية فبيقول لها جوي مش وقت الكلام ده دلوقتي هنتأخر على الحجز وبياخد كيمو بيمشي وبيفضله صهرانين مع بعض وبعد شوية بيجي جرسون وبيسلم عليه وبينده عليه باسم جون موسى اتوتر وقال له مين جون ومين موسى ده يعمل حج انتأكيد غلطان الجرسون قال له تربة النعمة انت جون موسى وطبعا كيم مصدومة جوي قال له يخلق من الشبه 65 انت غلطان انا اسم جوي الجرسون قال له يا عمي ماشي براحتك جوي جوي لو احتكتم اي حاجة هتلقوني وايه في برا ويسابهم ومشي ولما بيرجعوا البيت كيم قالت له يدخل معها وبالمرة يسلم على الشيطان بس جوي اعتذر وقال له انه تعبان النهاردة ولما بتدخل البيت بيرجع تاني للجرسون وبيقول له يا عمي كنت هتوديني في 60 داهية عمي لاقول لك مشانا مشانا وانت يا اخي مصمم وبيطلب منه رقم تليفونه ولما فتح عربيته عشان يجيب التليفون بيخلص عليه جوي تاني يوم السبح بتطلع كيم عشان تجري كالعادة وبالله ينك قاعد قدام بيته وبيندع عليها وبتروح تقعد معه شوية وبتسأله ليه حذرتني من جوي في الجنازة قال لها اني مفيش حاجة معينة انا بس مستغرب اني بقاله 6 شهور معاهم واني جدتك وجدك متعلقين بيه بالطريقة دي ده طبعا غير انك ماينفعش تعيش مع واحد غريب ما تعرفوش في بيت واحد لكن انا ما شفتش منه حاجة غلط لحد دلوقتي وجوي كان شايفهم من فوق وبعد ما خلصوا كلام بتتصل كيم بجين وبتقول لها ان الجرسون كان مصمم ان جوي اسمه جون موسى فبتقول لها جيني انها مش مرتحاله وانها خلت المساعدة بتاعتها تدور على اسم جوي وما لقيتش اي حاجة عنه وان بعد كلامها ده قلقت اكتر واكتر وبتقول لها انها تخلي المساعدين يدور ورا اسم جون موسى وبعد ما بتعفل جوي بيسألها كانت فين قالت له انت مالك اكيد مش هتحسبني هروح فين وجه منين اعتذر لها وقال لها انه معجب بيها وبيغير عليها وبيقرب منها وبيحضنها وكين بتكرر انها تروح مركز الرعاية اللي كان جوي وكاري شغالين فيه وبتدخل تسأل على جوي وبيعرفوها ان مفيش حد كان شغال هنا بالاسم ده ولما سألت على اسم جون موسى برضو قالوا لها مفيش الاسم ده وبتتصدم وبتسأل على كاري المديرة بتقول لها ان كاري شغالة معهم فعلا وانها ممرضة ممتازة جدا بس هي مش موجودة النهاردة ولما بترجع بيت جدها بيتقابل كاري وهي خارجة وبتواجهها باللي عرفته من در الرعاية فبتتوتر كاري وبتسيبها وبتمشي بس كين بتلحقها وبتقول لها انها هتبلغ الشرطة لو ما قلتش الحقيقة فبتحكي لها كاري ان جوي دفع لها فلوس عشان تقول انه كان شغال معاها وبتقول لها انها كانت محتاجة الفلوس ضروري وانها لو كانت حاسة انه خطر عليهم ما كانتش هتوافق بس هي شافت ان الجد والجدة بيحبوه جدا وانه مهتم بيهم وبيعمل كل اللي بيريحهم ولما سألتها كين مين اللي جابه يشتغل هنا قالت لها معرفش انا جيت لقيته شغال اصلا فبتزعى فيها وبتقول لها ما ترجعش البيت ده تاني وبتدخل البيت وبتقول لجوي انها عايزة تتكلم معاه وبتقوله انها راحت ضر الرعاية وقارفت انه ما كانش شغال هناك وبتسأله مين اللي جابه يشتغل هنا فبيعتزل لها جوي وبيقول لها انه كان واقف قدام ضر الرعاية عشان يقدم ويشتغل بس لما سمع جدتها وهي بتطلب ممرضة عشان تهتم بجزها فريد راح لجدتها وتكلم معاها وقال لها انه ممرض ومحتاج الشغل وبيعتزر تاني وبيقول لها انه بيحب جدها وكان بيحب جدتها جدا وانه ما صدق لها حد يحب ويهتم بيه زيهم وبيقول لها انه كمان مبسوط انه قابلها وانه بيحبها وعايز يكمل معاها فبتزعى فيه وبتقوله انها مش واسقة في اللي بيقوله وحاسة ان فيه حاجة تاني كده مش طبيعية وبتقوله ده حتى نيك جرنق شاكك فيك وبتقوله يمشي ويسيبها تفكر شوية ونيك كان قاعد بيتفرج على التلفزيون وفجأة بيسمع صوت في البيت ولما بيطلع بيلاجه في وشه بس المفاجأة بقى يا عزيزي انهم تلعوا شغالين سوا وجوي بيقوله انا شفتك وانت بتتكلم مع كيم كنت بتقوله ايه قاله كنت بسعل ايه اللي بيحصل في البيت ما انت سيادتك سايب شغلنا وعايش في دور الحبيبة انت كان المفروض تياتل الجد والجدة بالغاز زي ما عملت في اللابلوم بس انت استخبط ورميتها من فوق السلم وبواست الخطة اللي احنا كنا عاملنا تقدر تقوله هنعمل ايه دلوقتي يا بيه انا عايز الجد يتنزلك على البيت البيت ده تحته كنز كبير وانا زهيت من الانتظار جوي قاله انه بيحاول مع الجد فريد فبيزع فيه وبيقوله انه ما بيعملش زي اي حاجة وانه فعلا بيهتم بالجد فريد ده طبعا غير انك كل يوم في وضة كيم وجوي بيتفاجئ وبيتصدم لما بيعرف انه حاطت كاميرات وشايف كل اللي بيحصل فبيعتذر له وبيقوله انه هيخلص الحوار وبيقوله يجيب له اي حاجة يشربها وطبعا بيخلص عليه هو كمان وبيدخل يفتح اللاب بتاعه وبيشوف كيم وهي قاعدة في وضتها فبيتضيق وبياخد اللاب معاه تاني يوم السبح كيم بتاخد جدها وبتقوله انهم هيخرجوا شوية فبيرفض جدها وبيقولها انه عايز جوي كيم قالت له ان جوي تعبان وانها هتبقى معاه وهتعمل كل اللي جوي كان بيعمله وفعلا بيروح معاه بس غزبة عنه وبيقعدوا سوا في الجنينة وبيفضلوا يتكلموا على جدتها وامها ولما بيفتكر ان بنته ماتت بيفضل يعيط عليها وعلى امراته وبيقول لكيم انا بفاكر اخر حاجة جدتك قالتها قبل ما تموت فبتستغرب وبتسأله قالت له ايه قالتلي انا متأكدة انه هنا وكيم بيتخاف وقالت له هو مين يا جده فبينسل جد كلامه ولما بيرجعه على البيت بتلاقي الشرطة وقفة قدام بيت نيك فبتقول لجدها هيدخل هو وهي هتبقى تحصله وبتروح للزابط اللي قبلته في الاسم وبتعرف منه ان نيك قتل نفسه وكيم بتتوتر جدا وبتقوله ده انا كنت لسه بتكلم عن بارع وكان كويس وزي الفل مافتكرش انه يقتل نفسه ابدا فبيقول لها انت تعرفين من بدلي قالت له ابدا ده انا شفته مرتين تلاتة على بعض بس وتكلمت معه ما حستش منه مثلا انه لاسع ولا مكتائب عشان يعني يفكر يعمل حاجة زي كده في نفسه الزابط قال لها انه عرف من الجيران ان نيك بقاله ست شهور مأجر البيت ده وكلهم قالوا انه كان في حاله فبتقوله كيم ان جوي كان يعرفه وكمان قالت له ان جدتها قالت لجدها قبل ما تموت انها متأكدة انه هنا وبتقوله ان مفيش حد كان في البيت غير جوي وانها بدأت تشكني في حاجة مش مصبوطة وجوي يا عزيزي كان بيرقبهم من فوق ولما بتدخل البيت بينزل لها جوي وبيقولها ايه حكاية عربيات الشرطة اللي برا دي قالت له ان جرهم نيك مات وانهم بيقولوا انه قتل نفسه فبيقول لها جوي لا مافتكرش نيك مش من النوع ده كيم قالت له انها مش عايزها في البيت ده تاني وقالت له ياخد بعض ويتكل على الله فبيترجعها جوي وبيقول لها انه بيحبها وبيحب جدها ده غير انك مش هتعرف تهتم بجدك لوحدك قالت له انها هتهتم بيه لوحدها ومش عايزها مساعدة منه لكن بيسمعوا صوت دبه جمده برا ولما بيجروا بيلاقوا فريد وايع في الارض وبيضطروا يخضوا عن المستشفى وفريد رجله بتتجبس وطبعا كيم مش هتقدر تتعامل مع جدها لوحدها تاني يوم الصبح بتفتح حاجات تخص جدتها وبتلاقي جواب كانت كتبهولها قبل ما تموت وبتقول لها انها بتحبها ومش زعلانة منها وانها نفسها تشوفها جدا ولو برضو لسه مش قادرة تيجي تشوفينا هفضل أحبك على طول وبتتأثر كيم بالكلام جدا وبتاخد بعضها وبتنزل لجوي وبتقول له انها ما غيرتش رأيها وانه ياخد بعض ويتكل على الله فدل يترجاها ويقول لها انه بيحبها ومش هيقدر يبعد عنها ولا عن جدها لكن كيم كانت مصممة فبيقول لها انا حاولت معاك اكتر من مرة بس انت بقى اللي مصممة خليكي فاكرة انك انت اللي اختارتي وبيطلع ورق بيثبت ان جدتها اتنزلت له على البيت وكيم بتتصدم وبتقول له انت نصاب جدتي عمرها ما تعمل كده هتعمل كده ليه اصلا قال لها هدية بقى يا ستي عشان انا الوحيدة اللي كنت باهتم بيها وبجوزها مزاي كنتي كنت رمياهم بس انا عندي استعداد اننا نتشارك في البيت والحياة وفي جدك وفي كل حاجة انا بحبك وبحب جدك انا اصلا مستنى اللحظة دي من زمان نفس الاقي حد يحبني ويبقى ليه يا بيت وعيلة قالت له انت مجنون ويمشي من هنا فبيتعصب عليها وبيقول لها بلاش اللون ده معايا عشان اللون ده ما يعجبنيش خلينا حبايب احسن فبتدهي كيم وبتسيبه وبتمشي وبتطلع تكلم المحامي بتاع جدتها وبيعتزل لها وبيقول لها ان كلام جوي صح وان جدتك كانت بتحبه جدا وفعلا اتنزلت عن البيت وانا كنت عايزة اتكلم معاك واقول لك بس ما كانتش فرصة ولما بتروح تدي جدها العلاق بتلاقيه خالصان وبتاخد جدها وبتروح الصيدلية في نفس الوقت مساعد جين بيجيب لها كل المعلومات اللي تخص جون موسى وبتتصدم انه نصاب وبيقتل الناس العواجيس وبيخليهم يتنزلوا عن ممتلكاتهم قبل ما يموتهم وبتتصل بكيم عشان تقول لها لكن كيم كانت ناسي التليفون في البيت وبتضطر الجيني انها تسيب لها رسالة ببريد وكانت في طريقها ليها ولما بتوصل ما بتلاقيش حد في البيت في نفس الوقت كان الزابط بيستجوب جوي برا وبتتسحب جيني وبتطلع عودة جوي وبتتفاجئ لما بتلاقي المسدس لكن بيدخل عليها جوي وبيهددها ولما بترجع جيني هي وجدها بتوعده انها تفضل جنبها تهتم بيه وبتعتزله تاني وبتقوله انها ندمانة على السنة اللي بعدت فيها عنهم لان في حد كان منزل المفتاح ولما بترفعه تليفونها بيرن وبتطلع بسرعة وبترد عديه وبيكون المعلم جوي وبيقولها طمينيني على فريد عاملي من غيري قالت له زي الفل اطلع منها انت بس وهي هتبقى حلوة فبيقولها طب وانا ما وحشتكيش قالت له انها هتوديه في ستين دهية وانها تاخد جدها على اسم الشرطة وهتخليه اشهد عليه فبيتحك وبيقولها برضو مش هتقدر تيزيني الاحسن انك تسمع الخطة اللي هقولك عليها وبيعرف انه بيحبها بجد وانه ما بيتحكش عليها وانه كمان بيحب جدها جدا والخطة انهم هيعيشوا سوا في البيت مع جدها وانهم هيبقوا عيلة سعيدة والحياة هتبقى جميلة واشتها صباح الفل انا عارف انك كنت معجبة بيا قبل ما الدنيا تطلق بط كده فبتخاف كيمو بتقفل السكة في وشه وبتشوف رسالة جين ولما سمعتها اتوطرت اكتر وكانت عايزة تبلغ الشرطة ولما بتطلع من الاوضة بتلاقي جوي فوشها واخد منها التليفون وكساره وبيحاول يكنحها انها تفضل معاها وانه عايزها هي وجدها في حياته فبتقوله انت انسان مريد وانا عرفت انك قتلت العيلة اللي كنت شغالة عندهم قبل جدي وجدتي فقال لها جوي قصدك تقول اني قتلت جدي وجدتي دول كانوا حوش مش من قدمين امي كانت مدمنة وستبتني معاهم عشان مزاجها وهم كانوا بيعملوني معاملة سيئة جدا وكان لازم اقلص عليهم وانتقم من اللي عملو فيها لكن جدتك وجدت غيرهم خالص هم حبوني وانا حبيتهم واما زدها تلاقيت حد بيحب وجودي في حياته زيهم وبيقولها انه خناهم بالغاز زي ما عمل في نك فبتعايت كيم وبتخاف اكتر وبيقرب عليها جوي وبيقولها ما انا لازم اقولك الحقيقة عشان نبني البيت من الاول على الصراحة وبيعترف كمان انه هو اللي رمى جدتها وده عشان كانت عايزة تغير رأيها في التنازل عن البيت وبيقولها ان جدتها السبب وانه كان بيحبها وما كانش عايزة موتها بس هي اللي اضطرته يعمل كده وبعدها بيقولها انا كده ارتحت انت كمان جربي ويقولي لأي حاجة مخبيها عليها وهتلاقيك ارتحت على طول فبتضربه كيم وبتنزل تاخد جدها بسرعة وجدها يعيني كان متعلق بجوي وبيقولها انه عايزه قالت له انه عايزي اقتلهم وبينزل جوي وبيحددها عشان ما تمشيش وبيقولي فريد انه بيحبه وبيحب كيم وكمان بيقوله يكنحها تفضل عايشة معاه وبيقولها انا يا ست هطبخ وهمسك شغل البيت وكمان ههتم بجدك وانت كل اللي عليكي انك تقعد تكتبيه بس قالت له انت واحد مطرتش ودمغك سايحة على الاخر انت شكلك واخد من العمومي وبتقولي جدها انه هو اللي قتل جدتها وفريد بيفتكر مراته وبيفضل يعيط والجوي بيتدايق وبيعد يترقى يسامحه وبيقوله ان الجده كانت عايزها تفرق ما بينه وكمان بيترقى كيم ما تبشيش ويتسيبه وبيقولها ان خطته كلها تغيرت من ساعة مدخل بيت اجدادها ولما شافها وقرب منها قتل صاحبه عشان كان خايف يبعده عنها بس برضو كيم بتصمم انه بناده ومريده عايز يتعالك وبتقوله يبعد عنها هي وجدها فبيتعصب وبيقولها انه ما كانش عايز ياخد القطوة دي وهوبا لسا هيقتلها بياخد طلقة من جين وبيودع وبعدها بيبلغوا الشرطة ويكين بتكرر انها تفضل عايشة في بيت جدتها مع جدها وتعلمت كل حاجة بيحبها عشان ترضيه وبنعرف انها هتبدأ في كتابة اول كتاب عن الجريمة وبيخلص الفيلم على كده بتنساش عزيز اللايك وتقول لنا رأيه في كومنت لانه بيفرق معنا كتير واشوفكم الفيلم الجاي